الآن نتحدث عن أن العلاقات تغيرت ولعل أبرز مشهد يدلل على هذا الأمر هو ما حدث في المؤتمر الصحفي بين كل من رئيس الفرنسي منويل ماكرون ورئيس الكنغو الديمقراطية رئيس فليكس أشار بإصباعه ناحية ماكرون ما دلل بالنسبة لكثيرين على أنه إهانة واضحة من قبل رئيس الكنغو الديمقراطية تجاه رئيس منويل ماكرون حينما وجهت له إحدى الصحفيات الحاضرات في هذا المؤتمر الصحفي الذي جمع كل من رئيسين وتحدثت ووجهت سؤالها لرئيس الكنغو أشارت إلى الانتخابات الماضية وكيف أنها تمت بتوافقات إفريقية وهو ما جعل هناك حالة كبيرة من الغضب لدى رئيس الكنغو وأشار إلى أنه على فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية أن تنظر بعين الاحترام لا بعين الأبوة وأن لا تعطي إملاءات لأي دولة من دول القارة الإفريقية وأن العلاقات السابقة قد تغيرت في الوقت الرهد هنا ضقت القاعة بالتصفيق ماكرون حاول أن يتدارك الأمر وأن يهدئ من غضب رئيس الكنغو الديمقراطية في إطار هذه الجولة الإفريقية التي يقوم بها وأشار إلى أن مثل هذه الأقوال تخرج من قبل الصحافة الحرة ولكن الاستراتيجية لدولة الفرنسية أو بالتحديد لسلطة الفرنسية لا تنظر بهذه العين ولا تنظر لتلك الاعتبارات قطعه على الفور رئيس الكنغو الديمقراطية وقال أن أتحدث عن تصريحات جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي والذي هاجم الانتخابات في الكنغو الديمقراطية وتحدث عن أنها تتم بتوافقات إفريقية إذن الشهد من هذا الموضوع هو التغير اللهجة الإفريقية تجاه الدولة الفرنسية خاصة مع العروض التي تأتي لعدد من الدول الإفريقية من أجل إحداث شراكة وتنمية حقيقية في البلاد شراكة تعود بالنفع على كلا الطرفين وفقا لمبدأ رابح رابح